بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للاستفسار ماذا نحول البوية السادة لبيز كوت أو العكس يعني بنفس العلبة هذا ليس شرط في أي نظام يعني سيستم مثل هذا وفيه أنظمة تانية غيره وهو الكرومكس أو الديبون الأول نفرض علبة زي دية علبة زي دية علبة زيت اللون أغضر يعني من الأغضرات اللون ممكن نرشه بوية السادة وهي الطوب كوت وممكن نرشه البيز كوت طيب ازاي؟ في معانا هنا بياندر الـ 165 ده اللي هو بيشتغل بلندنج في السيستم ده بيقوم بوظيفة البلندنج اللي هو الـ 165 ده بيتضاف على البيات اللي هي العلبة دين أو أي علبة من هنا في الحالة دي وبتحط التنر بترش بيز لون أغضر مط وبعد كده بعد ما بيجفها بعد عشر دقيقة أو ربع ساعة زي ما مكتوب على العلبة بتاعته بترش فوق الورنيش طيب ازاي بقى بنحول البوية السادة؟ هو مش احنا اللي بنحول البوية السادة هو بيكون على السيستم يعني فيه هنا علبة بياندر تاني اللي هي رقمها اف مية واحد ده بياندر تو كي بيندر تو كي ده بيتضاف على نفس العلبة اللي هي الأغضر دي بيحولها وبياخد مصالب بقى في الحالة دي في الحالة دي بياخد مصالب وبياخد التنر بتاعه بيخليه أغضر لميع مش بيحتاج ورنيش مفهم ما كده؟ قادي الفكرة انه هو بيتحول يعني نيجي لسيستم زي ده هنا في السيستم الديكسون علبة زي ديت اي راحت هنا عزين نفس الدرجة اهو نفس الدرجة اهو تقريبا نفس الدرجة برضك جيرين أغضر الاخضر ده بتراش بيز هو لون مط وبياخد معا ايه فيه بياندر لو عزيني دفهوله هنا لو اللون داخله بياندر اه تقريبا نفس الدرجة اه تقريبا نفس الدرجة الواحد وخمسة ستة ثلاثين ده الول بياندر الشفاف اللي هو زي البياندر المية الستة ثلاثين بيترش وبعد كده بيترش فوق منه الورنيش طيب اللي هو الأغضر اللميع بقى اللي مش بياخد فيه منه الورنيش هو لميع منه فيه بيكليه علب تانية او سيستم تاني يعني دولاب زي ده كده ولكن للبيات اللميع واخدين بالك يعني ده زي ايه ميزة في السيستم لو انت معاك علبة اه لون اصويد او احمر او اغضر بتوظفها تشغلها بيز كوت وتشغلها اه توب كوت او وياسادة لميع منه فيه عن طريق تغيير ايه البياندر اما بتضيف البياندر ده يعني اهو نجيب ده كده ونجيب ده كده ونجيب علبة زي الاخدر مثلا اهو انا عايز اخدر لميع بخلط الاتنين دول على بعض بنسبة زي ما مكتوب على الكمبيوتر على السيستم او على العلبة وبضف لهم المصلب اللي هو الهردينر بتاعهم والتنر خلاص بقى اخدر ايه بيلمع مفهوم كده طيب انا عايزه اخدر ماط فيه بيبقى بنخلط الاتنين دول مع بعض او ده بياخد طيمر باس وما بياخدش مصلب بيبقى اخدر مط ولكن بيحتاج فوق منه ايه؟ طبقة الملمع الورنيش يعني ده ممكن نقول كده ده ورنيش ده بيترش مع بعض وكده بيترش بك اخدر مط فيه بيحتاج فوق منه ورنيش زجاجي اللي هو الملمع او كلير كوت او الجلاتين انما ده وده بياخده بقى مصلب وبيبقى اوهما الاتنين ايه؟ مع بعض كده التلاتة بيختلف ببعض بيبقى أخضر لميع مش محتاج ورنيش تمام كده؟ قيد الفكرة كلها وفيه أنظمة تانية زي ما اتفقنا عاملة علبة أخضر لميع بتاخد مصلب ما بتاخدش بيندر هو علبة لميع كده بتاخد مصلب بقى أخضر بيلمع وعملة علبة تانية أخضر بتاخد تنر وبتترش وبتقامط بتقال عليه بيزكوت ده بيحتاج فوق منه الورنيش أو اللقر يعني بصوا كده ده علبة إيه ورنيشة بياخد المصلب ده ده كده فوق البيزكوت فوق المط إن شاء الله الفكرة كده كنواصلة وإلا عنده أي ضفق أي استفسار يسيب في التعليقات و تمام كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته